فالنهاردة لما يبقى فيه خدمات لما يبقى فيه شبكة بنية أساسية قوية ده معناها أننا بدي فرص للتنمية فرص لأننا أعمل مجتمعات عمرانية جديدة فرص لأننا أعمل كمان توطين للصناعة في محافظات صعيد مصر وهو ده مخطط يا دكتور يعني لو أنا عندي طريق مثلا عرضي بطول 150 كم مخطط أنه يبقى كمان على جانبي طريق صناعات مخطط أنه مثلا في منطقة زي أسوان فيها تشكى وشرق العينات وغيرها من المنطقة وبالتالي المصنع هيبقى في المكان ده وبالتالي المدينة اللي هتستقبل المنتج يعني ده موجود من مخطط إحنا ليه اختارنا المكان ده عشان نعمل المال ورده هو حقيق النقل بيخدم مشروعات التنمية يعني لازم يكون عندي تصور الدولة خطة تنموية الدولة حطاها صناعيا وزراعيا وعمرانيا وبناء عليها البنية الأساسية بما فيها النقل بيخدم هذه المشروعات يعني سؤال حقيق مهم لما نتحدث مثلا عن طريق زي ربط الفرفرة بأسيوت اللي هو ضيروت الفرفرة ده 310 كيلو أنا اشتغلت في الطريق ده وأن وزارة الإسكان نفزيته فهو احنا بنعمل الطريق كانت الأرض بتتساوى والأبار بتتعمل والأرض بتتزرع بأحدث أنظمة الزراع فبالتالي ده رد على سؤال حضرتك أننا لما بعمل مشروع ما بقاش مجرد أننا بعمل طريق وانتهى الأمر لا ده أنا بعمل طريق علشان بيخدم المنتج اللي خارج من المحافظة دي وبالتالي البصنع اللي هيستقبل المنتج نظبوط كده لما نتكلم برضو على شبكة الطرق اللي تمت في منطقة الوادي الجديد لما نتكلم عن العوينات الدخلة نتكلم عن الدخلة الفرفرة نتكلم عن العوينات توشكة يعني ألاف الكيلو مترات من الطرق اللي تم رفع كفائتها وتوسعتها حتى تتناسب مع التنمية اللي موجودة احنا شفنا أن الاستصلاح الزراعي اللي موجود في مناطق توشكة والعوينات وأن ده ممكن يكون سلت غزاء لمصر وطبعا محتاج أن يكون عندي شبكة نقل عشان أنقل معدات زراعية عشان أنقل المحاصيل زراعية وكمان بيصاحب ذلك إنشاء مصانع للإنتاج الزراعي والصوامع لتغزين الغلال كل هذه الأمور بتتكامل فيما بينها الموضوع ليس فقط طريق أو مجرد وسيلة مواصلات ولكن لما نتحدث عن المدن الجديدة برضو لا إن عندنا مدن جديدة كثيرة على مستوى الجمهورية هذه المدن عشان أقدر أوصلها وابتدي أبني مجتمعات عمرانية وخلخ الكسفات السكانية من حوالين ودي النيل الدي أطلع براك اللي بد أن يكون عندي شبكة نقل أو شبكة طرق عشان أقدر أوصل هناك ترجمة نانسي قنقر